الهجرة العكسية بسويت بلشت والناس اللي عم تغادر لسويت هي أكتر من الناس اللي عم تقدم لجوء بسويت هذا تقرير التلفزيون السويدي يعني مؤمن عندي بس انتوا نسيتوا تخبروا الناس ليش العالم عم تطلع بره لسويت وما عم ترجع لهيك لأنا رح خبركم يا حبيبي نحن شعب بنحب ولادنا نحن شعب تركنا بلادنا كرمال ولادنا نحن شعب حطينا أولوياتنا إن ولادنا عبرنا البحر والجبل والسهل لحتى نوصل ولادنا إلى بلد الأمن والأمان اللي هو السويت يعني نحن ما جينا بالطيارة مثل ما أنتوا تطلعوا بالطيارة وتروحوا على بلد تاني نحن جينا بكل الطرق المميتة لحتى نوصل ولادنا بس أنتوا صعب تفهموا هذا الشيء لأنه أنتوا ما عانيتوا اللي نحن عانناه بسوريا كيف الناس تحملت الحرب وأنقذت ولادها لحتى توصل ولادها على السويت وبحث ما وصلت ولادها للسويت تتفاجأ هاي العوائل بمؤسسة اسمها السوسيال الخدمات الاجتماعية بتجي هاي المؤسسة فيه بيكون جواتها مسؤول فاسد عمره 25-26 سنة بيقرر إذا هاي الأم هي مهيئة أنه تكون أم أو هي غير مؤهلة تكون أم إذا هذا الأب مؤهل يكون أب أو غير مؤهل يكون أب وبتكون هاي العائلة هي بذات نفسها هربوا أبنهم من الحرب لحتى ما يموت وجابوه على السويت وآخر شي بيطلعوا إني مؤهلين يكونوا أهل تخيلوا حبيبي نحن أولادنا غالين علينا نحن ما بنضل عند مسؤول هو يقرر عن حياتنا إذا نحن عايشين صح ولا غلط نحن جينا طلبنا الأمن والأمان بس نحن ما شفنا بهذا البلد الأمن والأمان شفنا أنه ناس عم تتاخذ من أهلية شفنا هجوم تعسفي على العوائل بشكل قضيع نحن كيف بنعيش بهذا البلد إذا أنا ابني عم يتاخذ مني وما عم بقدر أعمل شي نحن ما جينا لحتى نسلم أولادنا بهاي البساطة نحن عملنا كل شي كرمال أولادنا نحن عملنا كل شي كرمال أولادنا لحتى يوصلوا ويتعلموا وما يموتوا بالحرب ابتجوا تاخدوا ابني مني وأنا اسكت وبدكم يعني ضل بهذا البلد لا أكيد أنا ما بيهمني السويد أنا بيهمني أولادي يتربوا بالسويد بالأمان مو تاخدوا أولادي من قدام عيوني وحتى إذا بدي شوف أولادي بتذلوني لحتى شوف أولادي تعطوني يمكن ساعتين بالسنة لا أنا بختار إني بطلع وباخد أولادي وفي ألف بلد يستقبلني بربي أولادي وبعيش أولادي بالأمان وما حدا يقدر يقول عني إذا أنا مؤهل كون أب وللأ لأننا نحن يمكن أن تنسيتوا كيف نحن أنقذنا أولادنا ووصلناهم لعندكم بهذه السهولة نسيتوا هذا الشيء ستقولني رح يجي يوم إذا ما لقيتوا حل مع هذه الدائرة ستقولني اليوم تخطر رقم 120 ألف عائلة غادرت للسويت بعد سنتين رح تشوفوا الباصات بالطرقات بدون شوفيرية بعد سنتين رح تشوفوا المطاعم بلشت تتسكر بعد سنتين الدكاترة والعباقرة الموجودين رح يطلعوا ويغادروا ويروحوا لبلد تاني الهجرة العكسية بلشت من وراء السوسيال وعملية حرق القرآن بالسويت إذا ما لقيتوا حل لهذا الموضوع ولا عائلة رح ترجع إذا العوائل اللي يطلعوا برا للسويت رح يقول لك إذا أنا ما أبحث بالأمان أنا ما رح أرجع نحن للسويت السويت على رأسنا من فوق نحن تحت سقف القانون نحن ما عنا مشكلة مع للسويت نحن عنا مشكلة مع السوسيال اللي عم يذلنا لحتى نشوف أولادنا اللي عم يقيمنا إذا أنا أب كويس ولا ماني كويس وبيكون مسؤول فاسد وليس جميع المسؤولين بعض المسؤولين اللي عم يخترقوا القانون ضبطوا هذا الموضوع لأنه خلال سنتين ما رح تشوفوا حدا عندكم سلام